بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام على النبينا الكريم السلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وفي صحة جيدة نقول لكم بداية اسبوع مريحة ان شاء الله وسعيدة لكم ربما يعاونكم الخدمين هذه الفيديو اخواني اخواتي راحين نحكيوا فيها على امور كثيرة فيديو مهمة للغاية ماذا بكم تبرتجيوها اخواتي تديروا جام هكذا باش يشوفوها عدد كبير من المشاهدين وليتعم الفائدة للجميع اول حاجة راحين نحكيوا على شركة كورسيكا لينيا والتحديثات اللي دارتها على الميزة جوغل دارتها على السيت تحول الرحلات نحو الجزائر ثانيا راح نحكيوا على موضوع التأشية موضوع الفيزا الفيزا الى فرنسا فيزا تشينغن والتقرير الاخير واللميزة جوغل الاخيرة اللي دارتها تي اسل كونتاكت ثالث حاجة راح ينادروا على الاسعار اللي راح يتبربوزي فيهم شركة كورسيكا لينيا ومواضيع اخرى ان شاء الله اذا كفعنا الوقت تبعوا معايا للاخير باش متراضيوش حتى معلومة وشكرا جزيلا لكم بعد الاعلان الاخير الذي اصداره السيد الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن في معقص تخفيف الاجراءات الصحية على المسافرين الى الجزائر الى دخول ارض الوطن شركة كورسيكا لينيا اعلنت اليوم على صفحتها على الفيسبوك صفحتها الرسمية على دير تلميزة جوغل تاحها كل انسان يعني يحب يسافر الى الجزائر ما عليه الا تقديم الباس باكسينال اكثر من تسعة اشهر او تاست بي سيار اقل من 72 ساعة قبل الرحلة كما فيما يخص الاطفال كل اطفال والاطفال اللي عندو بلس ك دوز او يعني اكثر من 12 سانة عليه كذلك الا يعمر هذه الافيش سانيتر لتليشارجيوها يعني ما همش كما يقولو مش ضروري لهم باش يديروا الفيسير ولا يديروا الفاكسا هذه هي التحديثات الجديدة اللي دارتها كورسيكا لينيا كذلك دارتها المؤسسة الوطنية للنقل البحري وكذلك المؤسسة الوطنية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الروح للموضوع الثاني وهو موضوع الفيزا ويعتبر هذا الموضوع كتحذير لطالبي التأشيرة من الرشوة وجه مركز تياليس كونتاكت الجزائر تحذير الى طالبي التأشيرة من استخدام الوسطة عن طريق المال للحصول على موعد أو لتقريبه وأكد مركز تياليس كونتاكت في منشور له عبر صفحتها الرسمية إخلاء مسؤوليته من العواقب التي يتكبدها مقدمو الطلبات الذين يتعاملون مع مثل هؤلاء الوسطة المحتالين مشيرا إلى أن محتالين ينشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي يدعون أن لهم علاقات خاصة في القنصلية أو مركز التأشيرات تمكنهم من الحصول على مواعيد لتقديم ملفات التأشيرة مقابل مبلغ مالي وأكد في هذا الشأن أن دفع رسوم التأشيرة ورسوم خدمة تياليس كونتاكت المعتمد من قبل القنصلية العامة لفرنسا يتم فقط عند تقديم الملف مباشرة إلى مركز تياليس كونتاكت مشيرا إلى احتمال أن يؤدي قبول الخدمات المدفوعة للوسيط للحصول على موعد أو تغيير تاريخه إلى إتلاف ملف المعلي أثناء فحصه في القنصلية وأضاف المركز من خلال المنشور أنه لا يتحمل مسؤولية العواقب التي يتكبدها مقدمو طلبات الذين يتعاملون معا مثل هؤلاء الوسطة المحتالين ودعا بالمقابل طالبي التأشيرات الذين يواجهون مثل هذه التصرفات إلى الإبلاغ عن ذلك لدى القنصلية عن طريق إرسال رسالة إلى العنوان هذا هو العنوان الإلكتروني تبعثوا لهم إذا كان عدتوا من هذا الناس نحضروا باللغة الدرجة باش يفهمونا كاملين أي واحد خوتي فوتاتي راه يقول لكم تيا لس كونتاكت أي واحد حبي يدير دماند دو فيزا يتفادى باش يديرو عند واسيط مثلا هذو بزفل يرام ينشطوا على صفحات الفيسبوك على صفحات الانستغرام المهم شبكة تواصل اجتماعي وهو مرة محتالين محتالين يديرو لكم مدرهمكم يقولو لكم جيبونا نديرو لكم الدو سي ومبعد يقولو لكم خلصونا باش مثلا يقربو لكم الموعد ولا ياخذو لكم موعد ولا يبدلو لكم الموعد وهو مرة ما كان شراه كذب في الكذب يديرو لكم مدرهمكم فغية والدو سيات التاعكم هذو يروحوا لابو بالحاجات فلا اتفادوا هذو الظاهرة هذي والمعهد هذا تياليس كونتاكت يقولكم انا راني باريء يعني من هذو التصرفات ومعنا حتى مسئولية على هذو التصرفات المحتالين هذو تديرو لدو سيات التاعكم عند الناس اللي تعرفوهم ولا ديروهم فغا انتغنات سيغلو سيات التحم اوفيسيال تدخلو يخساه الماهل تعمرو برك الفورميلار وتتبعو وشي يقولو لكم باريزم فاللي بابي اللي تديروهم الغنديفو تقدرو تعيطو بالتليفون تاخدو رنديفو ع وحدكم واللي ما يعرفش يروح الانسان معروف يعني انسان هاو بين البيرو بتاعو معروف بوجهو باسمو بكل شي لو ما تخافوش منو بالصحة على صفحة التواصل الاجتماعي راحين يديرو لكم كيما المحتلين اللي دارو هذو الطالباء اللي راحوا الأوكرانية يقرعو فالا هذا هو الموضوع اللي يعني راحوا يدور بشدة واليوم دارتو على صفحتها الرسمية ماذا بكم خاطئي تتبرتاجيوا لفيديو باش الناس كل تستفاد ويتفادوا هذه الظاهرة نرجعو للنقل البحري والرحلات حناقكم لطارف اللي راح تپropوزي فيهم كورسيكا لينيا من مارسيليا إلى الجزائر الترابرسي تاعو لفينتسات مارس ديبار بريديو على 11 والنومة وÉتر الببئي على 272 أورو هذا هو البخي اللي راهيت تبروبوز فيها كورسي كالينة المهم هذه هي المعلومات اللي حبيت تتقوم بمتحركها معكا بخاتي اخواتي ونتوما بدوركم لا تنساوش تتقوم بمتحركها مع الناس اللي تعرفوها باش تعمل فائدة خاصة خاصة موضوع الفيزا في انتظار مواضيع اخرى في انتظار ان شاء الله اخبار جيدة واخبار مفرحة اترككم في رعاية الله وحبظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته